كنا نقول منتخب إلعب لصلاح دلوقتي منتخب صلاح هو اللي بيلعب أو هو اللي بيحرك اللعب في المنتخب مع روي فيتوريا وطريقة روي فيتوريا تتفق أم تختلف؟ لا متفق معاك لأنه دايما هو اعتماده لكله أنه يوفر مساحات الجاري لمحمد صلاح عظيم دايما تفكير فيتوريا في طريقة 4-3-3 نفس الفكر اللي بيلعب به برضو يورجن كروب مع ليفربول واعتماده على صلاح دايما اعتماده أنه هو دايما بيسيب صلاح آخر لعب في التلت الأمامي ويفرق لعيب من لعيبة الوسطة لأنه يسد المساحة في النواحة الدفاعية عشان يبقى صلاح مساحات الجاري بالنسبة له تكون أقلب كتير ويقدر يستغلوا في عمليات التحولات الهجومية في المساحات القسيرة خاصة في التحولات تعال نشوف الحالات اللي احنا جايبينها وببينك قدير الرجل بيعتمد على زيزو في المكان اللي بيلازم صلاح يرجع فيه غطي النواحة الدفاعية شوفها تلاح صلاح دايما بيخش في عمليات عمق الملعب وسيب طرف الملعب ناحية يمين لزيزو طوال المباراة السرقة اللي بيعملها صلاح للمدافع اللي مفروض يبقى معاه الزهير الأيصر بيبقى أصلا متشتب طول المباراة هو مش عارف هو مفروض يبقى نازل الملعب مركز مع محمد صلاح نور يلعب عليه بيتفاجئ ان بيلاعي برقم 8 اللي موجود على الدايرة واللي بيلعب ناحيته دايما نتلال مساحات اللي بيفضيها بيتوريا لمحمد صلاح اللي بيدخله شوية في عمق الملعب جنبه مصطفى محمد ويسيب الخط بطوله كله اللي أحمد سيزو عشان يقدر يوفر مساحات الجاري لصلاح في التحولات الهجومية دي ممكن المشهدين اللي احنا شايفينه قدامنا دايما صلاحات دي دخل في عمق الملعب ناحية الميمة السابة خالص لزيزو دي بيقدر يستغلها منتخب مصر في عملية التحول الهجومي لما بيقدر لتلاقي صلاح موجود في التلت الأخير فما بيبعندوش مساحة الجاري يقدر ياخد الخط كله لأ بتلاقيه موجود في التلت الأخير فيقدر ان هو يستغله في أقل مساحة ممكن يستغلها فيه شك تاني هجوم المنتخب مصر الرجل بيعتمد عليه دايما نفتح أطراف الملعب يا كريم طوال المباراة يعني واحدة من المميزات اللي عند فيتوريا اعتمد على الأطراف فيه كور هنبينها دلوقتي في الحالات الثلاثة اللي موجودين في الخط الأمامي هتكونوا دلوقتي موجودين في عمق الملعب يعني تلاقي تريزيجيه لو قفنا الصورة تريزيجيه مصطفى محمد صلاح من اللي فتح طرفين الملعب هتلاقي الباك هنا ومحمد هني ناحية المين لو الصورة لو كدر كان جايبها هتلاقي محمد هني دايما اعتماده طوال المباراة ان هو فتح الملعب بعرض ملعب بطول الملعب عشو خاطر يقدر يستغل المساحات الموجودة في العمق الدفاع للفريق اللي هو بيلعب الكرة دي كانت فرصة هدف لو كان المنتخب قدر يستغلها بشكل جيد الكرة دي كرارت تاني في المتش وده يبقى هناك قدير الراجل بيركز بشكل كبيره انه يستغل اطراف منتخب مصر ويسيب المساحة للاثنين الاجناحة بتاع منتخب مصر انهم ما يخش عمق الملعب تريزيجيه دخل في العمق صلاح دخل في العمق هتلاقي الاطراف هم ويسيب اطراف الملعب للاثنين رقم 8 لما جودين او زوراء الاجناب يمكن دي واحدة من الحاجات اللي بتسهل على منتخب مصر النواحي الهجومية سواء ان هو بيقدر يشغل مع الاطراف او ان يبقى عنده كسابة في العمق الهجومي سواء في التحولات الهجومية او في الهجمة اللي هو بيبنيها من تحت ممتاز جدا